زيارة تفقدية لوزيرة طاقة لمشروع توليد الطاقة الكحرى ضوئية عبر الطاقة الشمسية الذي قيد التشييد بمنطقة الدينيون لمعرفة سيري ومدى تقدم العمل بهذه المحطة مشروع ينتج طاقة كحربائية قدرها 30 ميجاوات لتزويد مدينة جمينة بالكحرباء وذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة للسكان الزيارة سمحت للوزيرة والوفد المرافق لها بتفقد الأقسام المختلفة للمشروع والاستماع إلى شروحات من قبل القائمين على المشروع يعطوا سنترال أنا قاسدة لنشوف خدمة دا ما شاء ولا يكمل هسا دا هسا سنترال دا كان كومولو دا يزيد لنا شيء كإنراجي دا لناس دا السجد ما يبقى مشي لنا أول الكثير من الأعمال بالمشروع قد أنجزته ولم يبقى إلا القليل وعن مدى جاهزية المحطة في إنتاج الطاقة فقد أوضحت الوزيرة هذا ما شاء لكن لسا ما نقدره نلقو 300 ميجاوات هنا لمارس أبريل نلقو لكان كتير نصف طانو دولا ما خدتوا فرص حديد دولا ساقاتوا شوفوا فشان خمام واعدين قولا لسا ما جابوا مشروع الكهرباء ضوئي هذا هو مشروع حكومي يعمل على حل أزمة الطاقة بالعاصمة الجمينة عبر تعزيز قدرات الشركة الشادية للكهرباء